السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ناس من ماس الحقيقة برنامج ناس من ماس ليس جديدا على حضراتكم هو البرنامج الجغال في مكان تاني ونتشرف أن احنا نكون أول يوم لنا في الصحة وجمال يتصادف من القدر الجميل أن يكون النهاردة يوم بتحتفل به مصر كلها ويمكن ربما العالم المسيحي لكن مصر كلها بتحتفل بهذا اليوم سبع يناير لازم يكون ليه تأثير كبير جدا في نفوسنا كلنا إذا كان العالم المسيحي يحتفل بيوم ميلاد السيدة المسيح ويحتفل به أخوانا المسيحيين لكن في مصر مسلمين أو مسيحيين بيحتفلوا بهذا اليوم ليه؟ لأن مصر لها طبيعة خاصة جدا السيد المسيح أولا زيارته لمصر يعني مع العائلة المقدسة لمصر قبل الميلاد كان طبعا شرف كبير جدا لمصر أن تطأ الأقدام الطاهرة أرض مصر علشان كده مسلمين ومسيحيين مصر بيقدسوا هذا اليوم بيقدسوا السيد المسيح إحنا كمسلمين والمسيحيين بنحتفل مع بعض حتى في المناسبات الدينية الجميع بيحتفل مع بعض أنا برحب بحضراتكم والنهاردة إحنا هنعمل كرنفال من الاحتفال وهنعبر عن الأسر المصرية المتلاحمة المتشابكة ما بين شقيقين الأمة أنا مش عايز أقول شركاء الوطن زي ما كان بيتقال زمان لا الكلمة دي كانت شعارات يعني مجرد شعارات من بعض الفئات كان بيقولك شركاء الوطن أنا مش أقول شركاء الوطن إن الوطن الوطن ملكه لنا جميعا ونحن ممصهرين مع بعض في حالة انصهار بيننا كبيرة جدا جدا فما ينفعش أقول شركاء شركاء يعني معناها بتحمل طرفين لكن احنا طرف واحد فبالتالي وطننا جميعا كل سنة واخواننا المسلمين والمسيحيين في هذا اليوم الجميل كل سنة وهم طيبين جميعا النهاردة هنقدم لحضراتكم نموذج لصديقين الصديقين بقالهم سنين طويلة جدا جدا مع بعض أحدهما يحمل أديانة الإسلامية وآخر يحمل أديانة المسيحية هنقدم لحضراتكم إزاي هناك ألفة ومشاعر جميلة جدا من هذا النموذج البسيط أنا بقول لحضراتكم النموذج بسيط ليه لأن كل الشعب المصري كده كل الشعب المصري تمتا بهذا النموذج ده نموذج بس مش هو اللي بعبر يعني مش الشعب كله يعني فيه كده وفيه كده لا ده الشعب المصري كله بأكمله أنا بقدم نموذج منه بس هذا النموذج يعبر عن الملايين إني إزاي الاتنين كانوا مع بعض في مكان ثم ظلوا مع بعض طول العمر وإزاي الأسر بينهم في حالة اندماج وانصهار كبير جدا هنقدم لحضراتكم إزاي هما بنحتفل النهاردة مع بعض وأنا قلت أقدم لحضراتكم إن إحنا مش دولة شعارات بنقول شعارات الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية ويقولك يا جماعة جماعة بتوع الإعلام دول والجماعة بتوع رجال الدين المسلم والمسيح يصدعونا بكلمة الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية دي مجرد شعارات يا جماعة أمال الكنيس اللي بتنضرب أمال المساجد اللي بتنضرب أمال مش عارف إيه لا الكلام ده كله ده كلام يعني لا يليق بمصر على الإطلاق أنا بقول لحضراتكم إنها مش شعارات إن ده حقيقة نلمسها ونعيشها على أرض الواقع نحن نعيش ونتعايش جسد واحد كيان واحد أمة واحدة هي الأمة المصرية النهاردة اسمحولي إن أنا نرحب بضيفية من على اليمين الأستاذ عصام حلالة الباقوري أهلا بحضرتك أستاذ عصام وعلى يا ساري سيادة العميد على مرزوء أهلا بك ستاة أهلا جسد سعيد زي حضرتك أهلا سعيد الحياة يا سعيد جدا جدا إن إحنا بنحتفل مع بعض النهاردة على الهوال مش أقول حلقة تقليدية وإحنا نقعد نسأل بعضه لا إحنا بنحتفل بقى كرنبال جميل خلونا بقى نبدأ مع بعض سيادة العميد اسمحلي أنا هبدأ بعريس هذا اليوم طبعا 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 فلازم العريس لازم نحتفي بيه الله يفعل جزء ولأحسن جماعة الحقوق الإنسان يقول لك شفتها وأدم الرجل المسلم أبلي نتسأل صح لا يا عم والله إحنا بنقدمش معبدناش في الكلام ده نحن نسيك واحد أه وأنا فضلا وليس أمر أن يتقدم عليه يا أخويا الكبير حبيبا حبيبا ربناك لمسأت مستشارة هي دي الروح الجميلة أنا عايز حضاك بقى تحكيني على علاقتكم وبعض بدأت إزاي عرفت سيادة العميد إزاي عرفت سيادة العميد طبعا أنا في تحاك بالخدمة العسكرية متطوعا في 88 في قوات المسلحة في قوات المسلحة خدمنا مع بعض في إدارة الإسلحة والزخيرة عادنا مع بعض خمسطراشر السنة ونقيم في منطقة واحدة نستكمل في السلام مع بعض يربطنا إن إحنا ولاد بلد واحدة إحنا الاتنين من أسيوت أنا ملكز أبوتيج هو ملكز البداري إذا سيادة العميد من أسيوت ده لأول برّارة تربطني بقى يعني العلاقة بدأة وأسرية واجتماعية كل من لا يعزلني عن سيادة اللي هو علاء إلا محرمات الله نعم فقط يأكيد أي شيء تاني لا يفصله عني يعني إنت أبو تأكد إني مجداري عشان الشهور الإعلامي والجماعة اللي بقولك إذا إنتوا بتقولون الكلام ده عشان التلفزيون أعيز أقولك على حاجة لأن إحنا مش بتعشوا لأن إحنا عشنا واقع وعايشين وهنا وفي الصعيد وفي منطقتنا في السلام وفي كل مكان في ناس من هنا متعصبة وفي ناس من هنا متعصبة لكن مش مش الكل ومش نسبة ومش نسبة ودول أعيب على ثلاث جهات فيهم نعم أولا الأزهر والكنيسة يليهم التعليم اللي هي المدرسة ويليهم المنزل نعم يعني أنا ابن الكراس لما تيجي تسأله يقولك ما يقولش مش فول مسلم مسياه يقول لا إحنا أخوات فولش مسلم مسياه علمته الكلمة دي نعم زرعت فيه الحتة دي يعني يشوف الشيخ ناصر يجري عليه ويبوسه ويبوس إيده زي ما بيبوس إيد الأسيس وأنا اللي علمته كده نعم فده ده هي العلاقة ده إزاي أنت تكون إنسان عندك وعي عندك تتنور مجداني عندك محبة للآخر نعم وبعدين أنا مش آخر إحنا الاتنين نعبد إلهاً واحد نعيش وطن واحد أنا ضد كلمة الآخر دي يعني الآخر دي يتقال على الجماعة اللي بيعدونا من بعضها آآ آآ يكن لكن أنا أرى أن إحنا ميراس واحد نعم ميراس واحد ميراس واحد مش وطن واحد نعم إحنا ورسنا مصر عن أجدادنا أنا وإنت عميل علاق ولو فيه حد يهودي كان هيورس مصر معنا هي مصر من جمال مصر حقيقة يعني إنها مرتع يعني لكل الناس ونحمد ربنا آآ نحمد ربنا ودي نعمة من ربنا إن مصر بلد يعم فيها السلام بالناس اللي فيها لأنه أصحاب أديان سماوية ومش أصحاب أديان أخرى غير سماوية نعم نعم الجميع نفس العادات نفس التقاليد نعم يربطنا دم واحد ده طبيعي عقيدة واحدة نعم عادات وتقاليد في كل مكان الشبه واحد حتى الشبه مصبوط كلنا الأغلبية تعمت تعب البشرية لا بس أنت عندك شعر أنا ما عندين شعر أنا سيد العميد ما عندين شعر يباعم الشبه إزاي بقى لا سيد العميد أصنوع كان بلعب بالهد زمانه وصغير سيد العميد القوات المسلحة بتلعب دور كبير جدا في زرع روح الولاء والانتماء وما فيش حتة العنصرية في القوات المسلحة عالحك تكلمني على كيف تعلمتم من القوات المسلحة التعامل والتجانس بين أبناء الوفن الواحد بسم الله الرحمن الرحيم الأول أنا بهنق جميع الأقباط وجميع المسيحيين والمسلمين والمسلمين وعلى رأسهم المسلحة العسام حبيبي واخوية الله يفلي في كل أطياف المسيحية كلها في مصر أنا بنوع على جزئة حتى قلتها في أن هم المشاركة هي فعلا مشاركة مش شعارات هم جناحي الأمة نعم تتكون جناحي الأمة من المسيح والمسلم وهي نسيج وطني قومي يسند دائما القوى السياسية وقيادة السياسية لصنع انطلاق الأمة الوطنية والمصرية للعالمين نعم وفعلا إحنا تعلمنا داخل القوات المسلحة كيفية الانتماء للدولة كيفية الانتماء للوطن بدون التواقف ودون أي مزاهب تعلمنا إزاي جوا القوات المسلحة إن أنا أحب زميلي إن أنا زميلي أفضل على نفسي وإن أنا لو في قتال أو حرب الشهادة دي بتمنها النفسي قبل غيري يعني أنا أمكن هحكي واقعة صغيرة كده في تجهزنا لعمليات الحرب الخليج سنة التسعين نعم أول ما ابتدت العمليات كان دائما ما يكلمني عصام في كل عملية ويكلمني أخبارك إيه وصحتك عاملة إيه خد بالك على نفسك وأنا نفس القصة طب لو أنت في حاجة في الوقت اللي هو ما كانش موجود بقى موجود معايا كان موجود يعني كان لسه موجود يا بس أنا ما كنتش بغن أه يعني إحنا كنا بنغضب في وحدتين مختلفين آه مختلفين آه وقرر لي حاجة فأنت مسؤول على البيتي وقر لي حاجة أنت مسؤول على البيتي فكان وهم كانوا محتاجوا حاجة تخسلوا بي أه 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 أكيد يعني أخوة جامدة لكن الانتماء اللي زرعته قوات المسلحة داخل لبناء وداخلنا من الانتماء لا وضيف حاجة ست عميل علاء أنا الوحيد اللي من زمال علاء بخش بيته في أي وقت وموجود وغير موجود نعم روابط أسلية آه يعني الوحيد نعم يعني مش قصة شعالات بقى ده قصة كمان ثقة وأمان ده بالتأكيد طبعا لما عندناش جغل قوات المسلحة أي عنصرية لأي فئة أو طائفة ستعرينا واحد الحروب يعني لما كانت الحرب تلاتة وسبعين وما قبلها وسبعة وستين وكل الحروب المتعاقبة والمتتالية على مصر كان أعتقد أن يمكن دي العصر المراحل الحروب شافوا إزاي كان الجندي بيحمل أخوه سواء كان مسلم أو مسيح بيحمله على كتفه لما يصاب ويحمله على كتفه لما يستشد يعني يمكن دي يعني مقاومات القوات المسلحة إزاي هي يعني بتقوى العقيدة الوطنية عن الناس عملت أمجاد داخل قوات المسلحة وبالذات في حرب تلاتة وسبعين ممكن المستشار أسام ممكن كنا معانا أكتر مني في طب أنا قبل ما هو يتكلم أنا هاخد تليفون تصال تليفوني معانا الأستاذ يونس من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وسعادك بخير ومتصحة وسعادة السلام للمتشار عسام حلالة أهل ميك ومع سيادتك هو موجود سال عسام سال عسام كل سلام عليكم طيب يا عسام تشار سال والله كل سلام عليكم نطيب أستاذ يونس انا بسراعة لما لقيت الوحلة الوطنية طبعا أنا عجبت الحلقة دخلت أعمل مدخرا السيدك شرف لنا الله يخليك سال زيونس طبعا أخويا وصديق عمري اللي استاد عسام حلالة يعني ربنا خليك أستاذ يونس وصراحة يعني أنا عاوز أسكر حاجات في الواحدة الوطنية في موضوع الحلقة إحنا يعني إحنا بنعمل للبلد والبلد تقتضي إن إحنا كلنا يعني إحنا أسرة واحدة إحنا عايزين نطلع للعالم أفضل ما فينا يعني أقول لحضرتك أقول لحضرتك يعني مواقف بتستدينه بين شدع الصام حلالة اتفضل أحضرتك في رمضان نعم يعني لما بليجي نوزع الشنط وقبلها حضرتك بش عاوز أقول لك إن أخويا المتشار الصام بيمشي معايا قطوة قطوة وبيطلع وبيشين معايا الشنط والناس الكبيرة وبيطلعها لغاية البيت ده جميل اللي هي حقائب رمضان آه يا مني فقدنا نتصال بي آه يعني لمسة جميلة طبعا يحكينا إيه قصة الشوانة بتقولوها زي وتقولوها فين؟ يعني إحنا يعني دايما في رمضان إحنا قبل ما نتعمل الحزب طبعا أنا كنت بشتغل عمل خدمي تطوعي في السلام نعم العمل خدم التطوعي ده إن إحنا نيجي في سيام رمضان نعم قبل السيام بنتجمع مع جموعة وكل واحد على قد إمكانياته بنجيب الحاجات البخوليات والكلام ده في المغزر عندي ونبدأ نعبيها في كياس يعني بتكيسوا شرط رمضان عندك في البيت؟ آه ونبدأ نحطها ونجيب الفراغ كلنا بنجيبها من أي مكان ونحط في كل شنطة فرخة ونطلع من التلاجة ونحط ونوزع بقى يعني نحط في العربية مثلا خمسين خمسين نا نوزع الخمسين دولار النهاردة والخمسين دولار بقى كده يعني نعم ممكن نبدأ من قبل رمضان بأسبوع ونخلص آآ الأسبوع الأول من رمضان بس دي الشرط بتاعت مش الدعاية الانتخابية لا لا يعني لا أنا عايزة أسألك أقولي حضر حضرناك يا سيد سيد هذه الشرط لا أحد يراني ولا أحد يعلم مين هو صاحب الشنطة طب أنا أقول لك على حاجة ممكن يكون الرجل ده سامعني مرة وديت لي واحد حاجة فشاف أنا اللي شايلها لهم طلحان شاف على أيدي الصليب قال لا أنا مبخدش من سيد قلت له ده أنا شغال عنده الحاجة دي مش بتاعتي ده أنا شغال عنده انت كده طب أنا معي اتصال تليفوني قبل ما ناخد موضوع الشنطة معي مدام نادية من القاهرة اتفضل يا فندم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل سنة وإخواننا الأقباط مصري كلهم ومصريين كلهم بخير كل سنة ومصريين وربنا يجعل لنا دايما المحبة والموادة ويوفقنا جميعا يا رب اللي في خير لمصر ربنا يخليك يا فندم الله يخليك أستاذ سعيدة الله يخليك وسلامي للمستثار عصام أنا طبعا أثير كل سنة ومتطيب بس بعيدة على الحاوة تاني بقولك إنسان ومتطيب إنسان طيبة حاجة نادية وربنا يخليكي أخت الغالية وعشرة العمر الله يخليك يا عصام الله يخليك يا حبيبي وخليك ويسعيلك انت أولاد عصام إنسان جميل ومسان جميل للوطنية المصرية فعلا والكلام اللي بيتقال عليه دلوقت هو فعلا إنسان جميل جدا وكويس وإحنا المصريين كلنا مكيش فرق بيننا إذا كان مسيحي أو مسلم أهم حاجة الدين معاملة الإنسان اللي بيتعامل كويس معاك ما بيفرقش بقى إذا كان مسيحي أو مسلم أو غيره فيارب يا دايما يا رب يبقى الأمة الإسلامية والمتهيين والمصريين كلهم إيد واحدة ويكون هدفنا دايما يا رب خير المصر هي دول روح المصري يا حضرتك وهو ده الانتماء المصري إن إحنا النهاردة ده يعني وجهنا رسالة للعالم كله يعني المصريين هزموا كل أجيال الحروب سيادة العميد يعني إحنا بنشكر حضرتك أولا شكرا جزيلا على يعني تواجد حضرتك معانا شكرا يا فنم سيادة العميد إحنا يعني قادر أقول بأكبرني حراك برضو دارس استراتيجيات وأمن قومي وما تعلمناه يمكن من القوات المسلحة وأنا أفكر أنا خريج أكاديمية ناصر العسكرية برضو طبعا يمكن أقول إن إحنا هزمنا جيل الرابع من الحروب اللي هو محاولة إشعال الفتن الطائفية وإشعال الحرائق بين يعني أبناء الأمة الواحدة إزاي إحنا وقدرنا نلقن العالم درس إن إحنا المصريين أكبر بكتير من محاولات إصارة الفتن بيننا هي المصريين الحمد لله عندهم عقيدة ويقين تام بإن الله واحد نعم 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 الله سبحانه وتعالى حين تجلى تجلى على الطور الله نعم نعم التطرف اللي عمل الفتن ما بين الأطياف لكن عندنا في مصر استحالة إحنا من قديم الأزل من قديم الأزل تحاول الاستعمار أن يفتم بنا لكن لا يستطيع إحنا معنا الصور هي حضرتك على الشاشة ودي أكبر تكسيد للوحدة الوطنية شايف حضرتك أنا شايفكم إن شاء الله بإعلام مصر وكلكم دي في الكتدرائية دي في الكتدرائية كل عيد كل عيد بنروح للبابا يعني المشهد دا بيتكرر كل عيد آه كل سنة وكل عيد آه شايف تقدموا الدارع كمان أعتقد النيافة البابا النيافة البابا هنا آه جميلة صور الحياة بتعبر عن عمق في الصلة والمودة بينكم عشي حاجة والجيش الجميل اللي احنا موشحين بعلم مصر احنا تعدنا دي أكثر من الرائع الحقيقة احنا تعدنا الصلة بقي بينا رباط الصلح الكامل يا سيد صحيح نعم نعم رباط الصلح الكامل كميل آه كامل سيدة عميد بها موضوع فحاولت جميع الدول المعادية والاستعمارية أنها تحاول تجعل الفتنة بيننا بمصر فطرت الرئيس السادات رحمة الله عليه آه حاولت أن يخش عن طريق المسيحية والإسلامية لكن محدش قدر فشلوا فشلوا حتى لو كان فيه منازعات خفيفة ما بين بعض من المصريين اللي هم برضو قدروا ناقص الوعي اللي ما عندهمش وعي ديني كابت لأنه هو متدين حضرتك آه يعني سواء كان مسلم أو مسيحي يعني هي عرف تعاليم دينه ان هي بتحص على ازاي احنا بنحترم بعض وازاي احنا بن يعني بنتلحم مع بعض مش بنفترك آه بص يا سيسعيد إحنا كمصريين بجميع التواقف حصلت مشكلة بأنه وعدنا لأي مشكلة أي مشكلة حصل بين اتنين نعم بطرفتين مختلفة والأخوة ومسلم لكن عند الشدائد تنى التحدي المعدن الحقيقي بقى يا زهر ده الماس بقى اللي احنا نحن نمجد بقى ده المصري بقى ناس بالماس هو ده الماس الحقيقي ده المصري بقى ده المصري بقى عند الشدائد أنا ممكن يكون متخانئ معاك وزعلم منك جدا حصل شدية ليه؟ بحط إيدي في إيدك يلا بينا مع بعضنا يعني أنا مظنش أن هنا وعصام حمرنا زينا من بعض خالص خالص بقولك نتناقش في أمور دينية بينا من بعضنا عمرها ما كانت فايصل ما بينا وبعدنا احنا هنتنزع مع بعض بأي مشكلة لأن كل واحد فيكوا فاهم آآ تمام الله واحد الله واحد ما يكنه التاني لهو يعني العميد علي عنده في البيت أنجيل كبير الكتاب المحدث على بعضه وانا عندي قلآن في البيت يعني ما عرفت أه وقالي للقلطبي وبن كسير وبن تايمية والإمام الأصفهاني والشعرستاني بصة باشا الجميع استطاعوا أن يصنعوا فتنة ويقسموا كل الأمم حتى المسلمين بينهم ابن بحر شيعا وسنة في العراق شيعا وسنة في في سوريا في اليمن لكن مصر لا نعم ليه؟ ليه مصر تحديد أنها هي من هزمت هذا الفكر لأن ربنا حفظها وقايل في الإنجيل مبارك شعب مصر إذا كان ربنا اللي بيتعاهد أنه يعفظ مصر من يستطيع أن يقسم مصر نعم فيش حاجة دا لاستطيع لأن ربنا حفظها نعم يعني أحنا الحمد لله أنا اعتقادي يعني أن كل الأديان بتحس على مبادئ واحدة يعني نفس المبدأ المحرمات في كل الأديان واحدة مصر السعيد في مولد بتاع السيدة العزراء في السعيد أو في درونكا سيوت نعم مصرد ممكن تلاقي المسلمين أكتر من المسيحيين مصبوط في مولد النبي تلاقي اللي وقفين بيشتروا حلوة المسيحيين أكتر من المسلمين عشان بس الحلوة تعيدت طبعاً طبعاً لا هي بلد ملهاش كتالوب محدش هيعرف يعمل فيها حاجة مصبوط احنا مزرعين في كده هقولك أنا من حوالي أسبوع الأخوة شاركوني كده مجموعة من الأخوة في مبادرة عشان كورونا نعم لا تعرف مين فيها مسلم ولا مين فيها مسيحي في المبادرة في المبادرة معمولة يعني اللي يتبرع بكسوجين اللي يتبرع بحاجات بحاجات يعني وسبحان الله احنا قلنا خارج عن العمل السياسي عمل خدمي وده أهم حاجة على ذلك القينا النائب أحمد إسماعيل أكسم بالله بيتصل وتعالوا خدوا أنابي بكسوجين الأستاذ يونس محمد مغاوري دكتور هشام يعني عايز أقولك دكتور شيش هشام ده هشام سيد إسماعيل صيدلي يمتلك صيدلية واحدة نعم ولكن عنده عطاء ما يمتلكه صيدلية صيدلة مصر يا فندم الحاجة زيني اللي تبرعت صندوق تاحية مصر بالقرطة بتاعها نعم ده حلق بسيط قريب نعم الأستاذ صلاح رقي الأستاذ محمد مغاوري الحاجة نورة صاحبة محلات حاجة ناصر الشربيني يعني عايز أقوله عشان أنا ممكن ناس كتير والله العظيم ناس كتير يا أستاذ أنا ليا صديق مسيحي حاولت وعملنا بس مباشر وقولنا دي مسياسية دي للغرض لله في الله فيه اللي بيسئل حاجة نادي بتصنع طعام في البيت وبتوديه يعني يوميا للناس فده هل بلغت أنا بحالة كورونا مسلم هقول ده لا مش تابعي ننفعش هو ده شعب المصري هو ده ينفع أخد فاصل إعلاني وسيط وبعدين نرجع تاني ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم تاني عشان نجمل حلقتي كلي عرفت أجدل التحية لحضراتكم وأرحب بضيفية في استوديو وكنا بنتكلم حقيقة على مدى التلاحم ومدى الانصهار بين أبناء الوطن الواحد وكيف نجح المسلمون والمسيحيون في مصر في توجيه رسالة شديدة اللهجة لكل الأجهزة التي كرست أموالها وجهدها وكل حياتها لضرب مصر وطبعا أقوى أنواع الحروب زي ما بقول لحضراتكم هي الحرب البردة اللي هي الجيل الرابع من الحروب المجسد في محاولة ومحاولة إشعال الفتن الطائفية ومحاولة ضرب يعني أبناء الأمة الوحدة مصر هزمت كل هذه الحروب وانتصرت ووجهت رسالة بأن كل اللي انتو بتعملوه كل المقاططات اللي انتو بتعملوه لا مجال له في مصر وتصبح المؤامرات ما هي إلا في مخيلة وعقيدة وفكر أجهزة الاستخبارات التي تحاول أن تدبر المؤامرات ضد الشعب المصري العظيم قبل يعني ما أرجع ليه حوارنا تاني معي اتصال تليفوني معانا الأستاذة فوزية من القاهرة معانا الأستاذة فوزية مساء الخير يا فاندب مساء الخير بحضرتك أهلا بيك يعني تحية تقدير وامتنان وشكر لسيادة المستشارة عصام البكوري وكل الإخوة المسيحيين إحنا في مصر إن شاء الله يد واحدة وقلب واحد ينبض بحب مصر وبعطاء متجدد ولن يكون في مجال لأية فتنة ما دومنا على قلب واحد وادي واحدة نحميها معا وندافع عنها معا ضد أي تدخل خارجي أو ضد أي فتنة داخلية إحنا مش منتظرين أي مناسبة دينية عشان نعبر عن حبنا لبعضنا إحنا نفيج واحد وكيان واحد ودم انصهر مع بعضه وراوه فيناء في حرب أكتوبر وما قبل أكتوبر وما بعد أكتوبر سيادة المستشار العصام الباكوري شخصية أنا لما تشرفت بمعرفته كانت في مناسبة عجيبة ويعني لن أنسى له موقف أنه أبكاني في أول لقاء لنا أبكاني إزاي؟ شعر وطني تجده شعراً حافظاً للقرآن تجده قارئاً شخصية تجهرك بملامحة المصرية العميقة لا تجد فرصة إلا ويعبر عن حبه وامتنانه لمصر في كل مناسبتها في كل أقول حضرتك بس أبهرني بحفظه لحديث شريفة وآيات قرآنية يعني لم أتخيل بصراحة أنه هو على هذا القدر الكبير من الإبداع والعمق في القراءة للقرآن الكريم في تناوب الزيارات العائلية بلاقي أبناؤه وأبنائي يعني مفيش أي فرق إنهائي وده نموذج هي دي مصر يا فابدل هي دي مصر حضرتك هي دي مصر ربنا يخديك أستاذة فوزية شكراً جزيلاً أستاذة فوزية عايزة ترد عليها تقول حاجة آه أنا بشكر أستاذة فوزية طبعاً هي أختي وهي صحفية برضو أعلامية نعم ربنا يخديك هي من الشخصيات المحترمة وبتشتغل في العمل الخدمي أكثر ما هو في العمل الإعلامي نعم وطبعاً بساعدها زوجها حسان بيل كوردي أخه صاحب وصديق ربنا يهينه يساعده يعني ثنائي عظيم أنا عايزة أسألك بقى سيادة العميدة احضرني بقى عشان وضعنا أكيد في سر إيه لقب عيسى العوام اللي إنت يعني عصاب العوام ولا عيسى العوام اه لا والله يعني كنة بساعد العميدة يبالناصر صراع الدين لا اه طبعاً طبعاً لا والله يوم ما كانوا كاننا في الانتخابات العدد دي بس انتخابات العدد في ال انتخابات البرلمانية فبالطبيعي أنا انتمائي لمرشح الحزب اللي أنا بنتمي إليه نعم هو في المضاد مرشح مستقل مسيحي يعني مرشح اللي انت ضده مسيحي مسيحي اه فبعض الناس اعتقدت ان انا ممكن اتنازل عن انتمائي وولاء الحزبي مقابل انتمائي عقائدي نعم عندما شعرت في ذلك الكلام كتبت لهم كده قلت لهم لو انا صرت بهذا المبدأ صرت اخوانيا نعم انا انتمائي مش عقائدي انا انتمائي وطني وانتمائي بعد وطني للكيان الذي بنتمي اليه نعم اي كيان انا بنتمي اليه هو ده وطني يا سادة العبيد انت ممكن تنتخي بواحد مسيحي ترى فيه يعني انه هو جدير بالمجال وارد وارد طبعا وفينا مازج كتير مسيحية مسكتة في مجلس الشعب الهواب وكانت بتاعتي عطاءا اكتر من الناس مسلمين بزرق يعني لا تنظر الى الانتماء العقائدي مقدر ما تنظر الى الصلاحيات الشخصية او القومات الشخصية للشعب اه طبعا عصام المسوشيار عصام من كتر ما اعماله اللي بيعملها كان معا الرمضان وطيما كان بيصوم معنا في رمضان كان بيصوم؟ بيصوم معنا في رمضان يحرم على نفسه الفطار ما كان يجي العيد وانا مثلا في القيادة بتاعته انزل العصام وما عد نزول يقول لي لا اخوات المسلمين ابدأ يعاد نزولك بيضحب اجاسته على شارك تمسك النبطشيات العيد اولي انا امسك نبطشيات زمالي وزمالي ينزول عشان دي عياتك طبعا مش عادنا دعيدك وعيدنا نعم دعيدك وعيدنا انزل العصام لا يقول لي معنش اخارني شوية فعصام كان بيعمل حاجة كتيرة جدا في رمضان وفي العيد ماذا كان يفعل المجندين الاقباط على فكرة بالمناسبة كلمة الاقباط دي كلمة بتحمل شقائي الامة مصري يحملها المصريين اقباط دي كلمة مصري وتمكن هي ارتبط لفظ اقباط بالمسيحيين المصريين فقط بالظبط مفيش مسيحيين في العالم لا 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 كيف كان يفعل المجندين اللي هم المسيحيين معاكم في الجيش اثناء المناسبات الدينية او وانتو بتصلوا استاء يأتي وقت الصلاة ده بقى الجمال كله يعني كان اولا الجنود المسيحيين كانوا بيصوموا معانا فقط كان بيصوموا معانا اه وحتى لو عايز يأكل اوجاع كان بيصوموا راعاتة للشعور لو عايز يأكل كان بيأكل بعيدة عن اي حد لو بيدخن سبارة يدخن سبارة بعيد عن اي حد تلاقيه متكاتف عليك في نزولك في وقفتك في التعيد بيساعد يعايز وليك انتماء للبلد باني مفيش بني وبينه مفيش بني وبين طائفة لا ده احنا واحد لا 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 البنود ديهم حاجات كتير ده نزال حلو الانتماء للبلد يعني اصلا بعتبر ده انتماء للبلد لا ولو في جندي يمسك خدمة وجيه وقت الصلاة وعاوز يصلي بيصح يزميله المسيح يوقف مكانه يوقف مكانه اه لغاية ما يصلي وفيش مشاكل خاص مشاكل من اولى الحاجات اللي لا استخد مفهوم المواطنة الحقيقية والوطنية الحقيقية والانتماء هو قوات مسلح ما ينفاعش مصبوط ما ينفاعش اصلي هي اعرق مؤسسات البلد نعم هي دولة المؤسسات الحقيقية لو لو هي ميلة كده ولا كده البلد ضيع مصبوط مصر هي جيش يا باشا نعم وجيش يعني مصر مفيش مصر مفيش مصر مفيش جيش انا عايز اسمع من عيسى العوام القصيدة بتاعت جيشنا يا فخر العرب قبل بقول القصيدة هو عيسى العوام من ولقب عشان كده احنا نهاردد اكون هنلقتم أخوكم عيسى قول يا عم يوسى قول وجيشنا يا فخر العرب جيشنا يا فخر العرب جيشنا يا فخر العرب كل الشعوب Grow righ Monstrum حاميل وطنك مت هابها بالموت مسلم مسيحي من وراك يعموك ما يهمك يا جيشنا حتى لو أهنوك دول أشباه رجال وانت يا سيسي قائد خلوق أبدا يا جيشنا عيني ما تبكي عليك أنا ببكي على غدر الزمان اللي عمل للخاين والإخوان صوت افخر يا مصري بجيشك ولا تنحنل صعلوك ده مهما طال الزمان الخاين والعميل بصفر جند الأصيل هيموت سينا شهد علينا على دم أخويا وبوك وانت يوم الشهيد من ابنك اتعلمنا كيف الموت يتحب اتعلمنا وقت الشدة نقد اتعلمنا ندوس الصعب اتعلمنا شهدنا يبقى عريس يوم ذكراه نفع زقرود شهدنا ما ماتش شهدنا ما ماتش شهدنا دمه بيسرخ ليل ونقار بيقولك قوع يا سيسي تسيب الطال سمع السيسي صوت الشهيد قال له دمك في رقابة أكيد شغل القضية في زمته وقال الشعب يقول كلمته الشعب قال تسلم الأيادي يا جيش بلادي الله جميل جميل جدا جزئية الشهداء اختلاط لقب الشهيد انتماء لقب الشهيد في القوات المسلحة ما بيحملوش المسلم فقط اعتقد الشهيد ده كلمة لكل من يعني الشهادة تقع على أي حد استوشد يعني ربنا سبحانه هلا حطه درجات للشهادة او مسلم او مسيح درجات للشهادة ربنا سبحانه وتعالى حطه وهلا هو الراجل اللي كان يعني ما جابتش ربنا وشرب كلبه في صحرا نعم ربنا كتاب له الجنة مظهور والست اللي حبست قطة تدخلت النار تدخلت النار يعني يا كي بنتعبد فهي الانسان بيتعامل من أخلاقه من معاملاته نعم الدين معاملة الدين سلام ومحبة مصدر سيدنا عيسى ما قاله رسول الله سلوة محمد القدرة الدين محبة واسلام هي جرسلة الرسل للأديان كلها نعم دين يعني سيدنا عيسى سلامه علي يوم ولد ويوم أولد إذن الأديانة التي رسخت لمبدأ السلام والمحبة ملان الكريم قال كده والتجدن أقرب الناس أما أود اللي لذين أأمنوا لذين قالوا أننا صارف منهم قصيسين ورهبان وأنهم لا يستجبروا نعم طب أنا هاخد اتصال تليفوني معايا الأستاذ محمد من الغربية اتفضل يا سيد محمد قاله أمسي الخير أستاذ تعيد أمسي الخير على على المشاهدين سأخير عليك يا سيد محمد الفضل والله يا حضرتك أنتوا بتنقشوا موضوع مهم جدا وموضوع احنا بنعيشه على الأرض الواقع اللي هو بتاع المسيح والمسلم يد واحدة احنا في الملحلة الوطنية فأحنا يعني احنا وعين على أش الدنيا كنا متواجدين مع بعض سواء على أرض واحدة في وطن واحد في محبة واحدة في دين واحد أنتوا يعني لا يفصلنا شيء عن شيء احنا كنا يعني احنا بنتكلم في حاجة في الأول أوده التحية والتقدير والشكر لأخواتنا الأضباد بعيدهم المجيد مليء بالسعادة وبالمحبة وبالإشرار وتحية من القلب لكل أخ وأخت عاشوا معنا في نتيج واحد وفي وطن واحد نعم كنت محتاج أتكلم مع معليك على جزئية تانية هتطرق بعيد عن الموضوع وهي جزئية الأستاذ المبدع الفضيع بتاع الغلابة الأستاذ مصطفى جمزم نعم الأستاذ مصطفى جمزم داخل مسابقة مسابقة ملهية جدا بتاع رجل لعام عشرين عشرين هذا الرجل يعمل ليلا نهارا من أجل إسعاد الآخرين من أجل الغلابة والفقراء والمساجين والمحتاجين هذا الرجل يعمل أنا أكثر من المرة تواصلت معه أكثر من المرة تمام وطلبت منه يدي المساعدة ولني يبذل أو يدخل عني بشيء كان يدفعني للأمام وكان يبعث لي كل ما أطلبه بحيث أعطي للمسكين والغلبين أعطيه حقه هذا الرجل له من كل التحية والتقدير والعفان وأنا من أمام بالنمج معليك أوجه السادة المشاهدين أن يخشوا على لينك المسابقة وأن يصوتوا لهذا الرجل لأنه هذا الرجل يفتحك الكثير والكثير دي مشابعة دولية بسم محمد دي ما يقوم بي من أفعال على أرض الواقع التصويت دي حاجة دولية يعني 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 دي حاجة دولية أو حاجة محلية في مصر رجل العام دي حاجة مصرية يعني حاجة دولية أو حاجة محلية لا حاجة مصرية على مستوى القاهرة على مستوى القاهرة على مستوى مصر وليسك عالمية نعم فأنا برجو مستاذ المشاهدين أن هم يدخلوا على على وإحنا نضم صوتنا لصوتك وإحنا نضم صوتنا لصوتك وإحنا نضم صوتنا لصوتك أي واحد بيقدم يد العون بيقدم يد العون للشعب النصري نحن ندعمه ونؤيده ونحتفي به ونعمله تماثيل الحقيقة لأن الشعب المصري كلنا محتاجين للميدي هذا العاون وصد تماما أنه مدام هي لله ربنا يكرمه لأن من كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل طيب عشان إحنا وقتين بسرعة بيجري أنتهز فرصة وجود يعني أسرة جميلة معايا موجودة وأتكلم على أتطرق جزئية الملف الخارجي للأقباط بتاعنا اللي هو دايما يقول لك منصبعيننا يقول لك إيه الأقباط في مصر الأقلية الأقباط في مصر المتراضين الأقباط في مصر مش عارف مشوهديين فرصة هو أقباط المهج اللي هما أقباط المهج اللي هما مأجونين على مصر التألي سيدة العميد كيف ترى هذا الملف لا أظن الملف ده أقل من زمان ملف ده كان من فترة جندا جدا كان عليه ضت جندا جايز ده كان مرحلة الاستعداد للثورة يا ريس جانبط جندا physical قبل تسل وعشر قبل تسل وعشر كمه مع سهل سهل وكفاية ثم بدأت العملية يعني أنا شואпов إننا بردو ما نسمعش عن ملف ده U ethic لا خالاص بدا للخافض شوع خالاص بشوت يا سعيد أنا بحيي رئيس السيسي حين دمج الوطنية المسيحية والإسلامية داخل الوطن وبقى هو المتصادق بالتهنئة بنيافة البابا المسيحيين انتواجنه في التدرقية شيء جميل جدا الحقيقة كدرسالة للعالم كله أو الرئيس الجمهورية والعالم كله دي أوقفت الملف بطن مهجر بره خالص الرئيس الجمهورية بنفسه بس فعلها سيدنا عمر بن الخطاب من قبل حين دخل وصلى في الكنيسة فدي وقفت ملف البطن مهجر أنا ما ظنش أسمع دي بقتي أي حدي بكلام البطن مهجر في إني أي مشاكل داخلية للمسيحيين حتى أعتقد المسيحيين اللي هما عايشين بره اللي هما ما ليهومش علاقة بك بطن مهجر المصريين المفتربين اللي عايشين بره أعتقد فاهمين الملف ده كويس ولما جات للجنة بتاعتحول الإنسان العالمية عشان تدخل مصر وتقابل قدسة البابا رأى قدسة البابا رفض يستقبلهم رفض يستقبلهم إطلاقاً وأوجه رسالة على مرجالهم وفضل أني أضرب بناءها للمسلم المصري ولا أن أحمل على أكتاف المسيح الأجنبي الله بحياء رسالة قوية جداً بحياء قوية ها يعني أنت جاي تلعب في إيه لا فعنا برضو البابا شنودة لما أرسل مبدأ عدم زيارة بيت المقدس للمسيحيين إلا مع المسلمين يعني لازم يروح وفي الموقف ده برضو يتقال عن السادات إن هو متعصب ديني ولكن السادات رد بترقية اللواء فؤاد عزيز غالي إلى ردبة الفريق وبكده هو قضى على حتة إن هو يتقال عليه وكان المسيح الوحيد لقبل ولا بعد اللي ترقى إلى هذه الردبة العسكري ردبة فريق ردبة فريق المسيح الوحيد منذ إنشاء الجزء المصري حتى الآن الذي يرقى إلى ردبة الفريق هو فؤاد عزيز غالي رحمة الله قائده ده برضو قائد من القادات العظماء آه كان قائد الفرقة 18 أثناء الثورة وأثناء حرب 73 الثورة إيه؟ 52 لا أثناء الحرب 73 حرب 73 أثناء حرب 73 قائد الفرقة 18 مشاه هو في الوقت لك قائد الفرقة 18 18 مشاه الزيارات المتنوعة للرئيس خارج المصر كلها بتنجح أكتر الناس بتقف تحيي الرئيس المستقبلين هم المسيحيين هناك رغم الضغوط الضغوط من الإخوان المسلمين على الزيارات دي ورغم الصعاب اللي هم بيقابلوها من رخامة التخطيط عليهم عشان مقابلة الرئيس وتهنائته في أي دولة يعني هم بيتغادوا عن هذا الكلام ويقفوا يحيي الرئيس لما كانش موجود زمان بس الإخوان مش فاعلين عشان هما يمنعوهم من هما يخرجون لا مش فاعلين بس كانوا بيعملوا كابولك أنتو اللي نجحتوه وانتو شعر بيه لا يعني أنتو بسيبك من الإخوان ما كانش بيه تواجد كتير بالشكل ده لكن النهاردة بتلاقي 80% اللي هو في المسلمين لا احنا ممكن نقول ان ما قبل 2011 مش هقول المسيحيين مهمشين لكن كان يعني دورهم محدود شوية نوعا ما لكن الرئيس السيسي سيتعامل مع هذا الملف بوعي كامل أولا تصريحه لبناء الكنائس نعم يشكر عليه وانا نحن احتراما لي زيادته وضعه لعدد مناسب وملائم للأجباط في مجلس الشعب نعم وضعه لعدد ملائم للأجباط في الحقائب الوزرية نعم في المناصب القيادية حتى في القوات والسلاحة والشرطة وكده يعني بقت العملية برضو ان المسيحي بدأ يشعر مجيش تضيق ناق على اي اه خلينا نتكلم بصراحة المسيحي بدأ يشعر بحالة انت عاش وطني نعم يعني ان انا بدأت يبقى لي دور بدأت ابقى سياسي بدأت ابقى صحفي بدأت ان يبقى كلمتي مسموعة مش لأ انت تمسيحي لا ما تمسيكش المنصب ده 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 كذا لا كان متواجد فعلا وكانت ثقافة موجودة بين بعض الناس لكن ما كانتش اساس نعم بس بصراحة يعني احنا نتكلم بجد الحالة احنا نشكر الرئيس السيسي الحالة انا اللي مشترك الله يخليك انا عايز اقول لحضراتكم يعني وانا بالهي الكارنفال الجميل الحال مش عامل حلقة حوارية نعملين احتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام انا عايز اقول لحضراتكم انا اعرف محامي صديق مسيحي اسمه الاستاذ امين نصيف الاستاذ امين نصيف عدد المسلمين اللي شغلين في مكتبه حوالي 14 محامي اعتقد محامي كبير حوالي 14 محامي حوالي منهم تسعة مسلمين والباقي مسيحي يعني دي كتلافتة انصف الرجل لازم انصف الرجل في ودينه حقه يعني شوف احنا هي دي مصر انا عايز اقول لحضراتكم هي دي مصر وده احنا لازم نتعلم الوطنية من النمازج البسيطة اللي هي بنقدمها لحضراتكم دي انا بشكر لحضراتكم شكرا جزيلا في نهاية الحلقة وعايز اقول لحضراتكم ان شاء الله هنشوفكم دايما في خير ودايما يا رب يا رب يا رب مصر تعيش في امن وامان ورخاء الله ما امين وسائر بلاد الامة العربية باكملها انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة شكرا جزيلا القاكم في الحلقة القادمة لكم اني اطيب وارقى الامنيات واخيرا تحية مصر تحية مصر